اشتركوا في القناة 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 او جرح او اي شيء بيبا die from. يأتي منها الادجكتف بتاع هذه الكلمة اللي هي did معناها ميت الاسم منها اللي هو this طبعا this وفي كلمتان اسمها dying ودي مش موجودة ممكن معنا لكن للمعلومة dying اللي هي بيقول عليها هذا الشيء شيء مميت طبعا lawyer ده هو a person who works with laws بيشتغل بالقوانين اللي هو المحامي وطبعا الكلمة اللي بعد كده اللي هي كلمة شاعر لحظنا الناس بينطقوها powt لكن بينطقوها boyt لكن هي powt والشعر ده الشعر ده اللي هو مسؤول عن powms اللي هو القصائد واللي بيكتبوا بينسميه powtry وهو الشعر fortune دي بمعنى حظ حظ أو سروة فلوس فلوس عندها حضرتك ممكن تساوي كلمة لك البني آدم اللي عنده لك someone someone has luck يعني بنقول عليه fortunate fortunate اللي هو بنى آدم المحظوز دي الادجيكتف يأتي منها الادورب وهو الحال fortunately الحسن الحظ وطبعا عكس البني آدم اللي هو lucky lucky fortunate بنقول عليه unfortunate أو بنسميه unlucky ويأتي منها الادورب unfortunately اللي هو لسوء الحظ وهذه الكلمات يعني بنبدأ دايما بيأتي بعدها sentence يعني بيأتي بعدها جملة ودائما كان يعلمون يقول لك ابدأ الجملة بحال ولا تبدأها بصفة لما تلاقي أول جملة space فراغ وبعدين بعدين كما اعرف انك انت محتاج تستخدم هنا في هذا الفراغ بتستخدم الحال go missing طبعا go missing معناها يضل الطريق أو يتوه يعني وكلمة go ساعات بيستخدمها بيصرف الأفعال يمكن يقول went missing gun missing وهكذا oasis طبعا oasis دي هي اللي هي بمعنى واحة وشوف جمعها زاية معها من الجمع الشاز هتلاقي اخرها es المفرد is والجمع es كلمة oppose oppose ما تقول شو بو وو لا oppose اللي هو بمعنى يعارض يأتي شخص المعارض بنسمي opposing والمعارضة نفسها opposition وكلمة طبعا اللي احنا عارفينها كلمة opposite يعني المقابل يعني العكس هده preposition اللي هي طبعا هذي الكلمة اللي احنا بنسميها المقابل أو اللي هو عكس اللي انت بتكلم عليه strange غريب stranger اللي هو الشخص الغريب هل هي نفس الكلمة foreigner لا foreigner ده البني آدم اللي جاي من دولة أخرى يعني بمقول عليها أجنبي strange ده ممكن يكون شخص مصري معك لكن انت لأول مرة تشوفه أو شخص له صفات غريبة بيقول عليه stranger بعد كده بدأ ده الكلام اللي احنا قلنا عليه في اللوحة السابقة اللي هو poetry و poems البني آدم اللي بيستكشف الأماكن بيقول عليه explorer وهنا اختلاف بين explorer وبين inventor 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 المخترع ده بيخترع شيء غير موجود جديد وهو اخترعه discover شيء موجود وانت اكتشفته زي الفهم تو سكنت دي ربنا خلق زمن من خلق الله لكن ما كانتش الناس تعرفه واستطاع احمد زويل انه يكتشف وجاءت كلمة discover من كلمة cover يغطي discover اي اذال الغطاء عن شيء واصباح discover اما الاكسبلور يستكشف اماكن موجودة ولم يذهب اليها احد من قبل والفعل منها اكسبلور استكشاف وغالبا ما بيستخدمها مع الاماكن ومع الفضاء وهي الحضارة وهذه الكلمة قد تكتب بالس وقد تكتب بالز ايه سيفولايزيشن الحضارة البني آدم اللي بيتصف بالتمدين وممكن توجه بمعنى المدنية كمان غير حضارة البني آدم المتحضر او المتمدين ده بنسميه سيفولايزد يعني بن آدم عايش حسب المدنية ليس بن آدم بدائي طبعا سيفولايز اللي هو يحضر او يمدن او يذود المكان بكل العناصر المدنية والعناصر الحديثة سكسس اللي هو النجاح بص هذه الكلمة سكسس النجاح طبعا هو النجاح لو حطيت ا جابل دي ديقول اسكسس معناه هذا الشخص ناجح ناون بس لكن لو عايز كلمة ناجح كصفة بستخدم الكلمة دي اللي هي سكسسفول والفعل منها سكسي كينج طبعا مش محتاجة والانسة منه طبعا كينج المالك والانسة منه اللي هي الكوين والامير البرينس والاميرة برينسس جافرنيمنت اللي هي الحكومة ودي مش محتاجة الكلام اجريكالتشر اللي هي الزراعة وقلنا قبل كده في كالتيفيشن واغريكالتشر وفارمينج دول بيطلقوا على عملية الزراعة ادفايس إذا كان هذه الكلمة بسي فهي ناون بقول عليها نصيحة وهذه الكلمة انكاونتابل يعني تعامل معاملة المفرد ولا تأخذ قبلها اا ولا ان ادفايس اللي هي بمعنى ينصح الراجل اللي بيقدم لك النصيحة بيقول عليه ادفايزر اللي هو الناصح او المستشار استرينج غريب استرينجلي اللي هي بغرابة كلمة تراب ممكن ذكرت قبل كده هذه الكلمة بمعنى فخ وبمعنى يحبس يعني فيرب وتيجي بمعنى كمان يحتجز في مكان وفي اسم معنى كلمة دائمة كلمة ماوس تراب اللي هو مصيادة الفئران ادفينتشر المغامرة هذه الكلمة الحقيقة كلمة ادفينتشر ممكن بيستخدمها اسم وبيستخدمها صفة بس هنا هذه الصفة بيوصف بها الاشياء الغير عقلة كأنه طبعا ادفينتشر اللي هي معنى مغامرة وممكن تقول ادفينتشر ستوري يعني قصة مغامرات الشخص الذي يقوم بهذه المغامرة هذه المخاطرة بيقول عليه ادفينتشر الشخص المغامر اهو وبتساوي طبعا هنا بس ادفينتشر دي لازم يجي وراءها ناون يعني ادفينتشر بيرسون ادفينتشر ادفينتشر بيرسون الاتنين كلمتين مع بعض ممكن تشيلهم وتحط مكانهم ادفينتشر هو الشخص المغامر ادفينتشر اللي اللي هو بمغامرات طبعاً وده الحال منها. الهانتر اللي هو البني آدم الصياد اللي هو بيطارد الفريسة أو يطارد الشيء حتى يقبض عليه. في كلمة ماب طبعاً من زمان معروفة لها الخريطة. سيرفانت الخادم سيرست العطش وصفة منها سيرستي. كابتشر اللي هي بمعنى يأسر يأسر الشيء ويلتقطه كمان. وكمان بتستخدم مع الباور يعني انت لحضرتك لما تحط الشاحن في المصدر الكهرباء وتخزن الطاقة والباور داخل بطارية الموبايل انت بتعمل لهذا الباور او هذه الكهرباء بتعملها كابتشر. بيهيف اللي هي بمعنى يتصرف او يسلك وجاءت منها كلمة بيهيفير وتلاقي الأجنبي او ستة لما تقول ابنها تأدب يا ولد بتقوله بيهيف يورسيف بيهيف يورسيف بي بولايت كن مهزباً. الباور هي طبعاً القوة والطاقة والسلطة. باورفول الصفة منها اللي هي معنى قوي. soliders or soliders اللي هم الجنود. attack اللي هي بمعنى هجوم ويهاجم يعني تنفع verb وتنفع noun. بعد كده بنبدأ نخش على كلمة advice لما جيبنا منها الصفة advisable يعني شيء ينصح ان تفعله. لو عايزين انت شيء لا ينصح ان تفعله بنقول عليه inadvisable. almost اللي هي بمعنى تقريباً nearly تقريباً almost. وارمي الجيش اتت منها الصفة armed armed forces يعني قوات المسلحة. battle هي المعركة. خلي بل حضراتكم لو الاد تحولت الى او بوحدة طبق ايه ايوه. bottle اللي هي الزجاجة. الكلمة eventually اللي هي اخيراً finally اخيراً جاءت من صفة منها اللي هي eventual. eventual task يعني مهمة نهائية او مهمة اخيرة. force اللي احنا قلنا عليها. اذا جاءت اسم فهي بمعنى قوة زي police forces قوات البوليس. واذا جاءت فعل هي بمعنى يجبر. ولكن زي ما اتكلمنا اكتر مرة من قبل. ولكن خلي بالك من الكلمات التي تستخدم كاسم وكفعل. خلي بالك من هذه الكلمات بيحتاجها. لازم تركز ان هذه الكلمة مذكورة عندك هل هي اسم ام فعل. treacher ربنا يوعدنا ويوعدكم كده ب treacher. يعني ممكن treacher of information of knowledge. treacher of money of gold حسب كل واحد اللي محتاجه. يعني عايزين treacher. وطبعا فيه treacher تاني اللي هي الهيلس. الهيلس ده treacher. كنز دينا يعني خايفين ومرعوبين من حاية بسيطة. escape اللي هو يهرب في حاية اسمها اسكيبزم. ودي بيقول مش مكتوبة عندكم بس معناها الهروب من الواقع. persuade معناها يعني تيجي بمعنى كمان يقناعوا وفيه هناك كلمة كلمة persuasion اللي هو الاقناع نفسه. giftis اللي هي الهدايا او gift بمعنى هبة. حيتيلك هبة. في عندي كلمة nationality الجنسية. nationalities الجنسيات. relationship دي دي علاقة. يأتى منها related to له علاقة. related له علاقة بي. charity اللي هو البر والخير والاحسان. charitable organization اللي هي المنظمات الخيرية. suppose يفترض وخدنا في سنأولى هذه الكلمة detective وهو المحقق السري او المخبر. بعد كده حضرتكم هتلاحظ هنبدأ نتكلم على بعض language notes. الحيات اللي هي ذاتة اهمية خاصة او لو معاني خاصة. بيبدأ ايه الفرق بين كلمة reform وكلمة repair. reform يقولنا زي ما تكلمنا يعني سابقا اللي هي بمعنى يصلح او يصلح نظام او سلوك. اما repair يصلح شيء مادي. حيا بيضة انت بتصلحها زي بص كده معايا في المثال. all Egyptian are looking forward to reform. in. طبعا reformis هنا طبعا واحد يقول لي ازاي تو جاء بعدها الفعل في نهاية اقول له يا استاذ. reformis هنا ليست فعل ولكنها بمعنى اصلاحات لان look forward to بيأتي بعدها اسم noun or verb plus ing in education. when my pascal was broken. المرة الاولينية استخدم كلمة reform لانه هنا ده عبارة عن اصلاح. لكن لما الدراجة بتاعته was broken. i could manage to repair it. هنا repair بمعنى يصلح. الكلمة spend or take. spend طبعا لها معنيين بمعنى ينفق. هناك هيجي بعدها money لو كانت بمعنى ينفق. spend money on. spend money on. لكن هنا spend time. هنا من تكونش بمعنى ينفق. بتكون بمعنى يقضي او يمضي وقتا بيأتي لو جاء بعدها time يأتي بعدها verb plus ing. الفعل take. خلي بالك ليه خلينا. لانه كلمة take. ولك take time. take time. يعني هاتي بعد take. خلي بالك انه هنا قبل كلمة time هلاقي كلمة object. يعني لازم يكون في مفعول به. لو take وبعدين مفعول به. وبعدين time تلاقي بعدهم two ذائد الفعل في المصدر. I always spend my free time. اهو reading. spend or reading. التانية I took me لقد استغرق مني. ايوه. ادي هنا ايه object ده المفعول به. three hours that time. وبعدين جاء to do اتى بعدها two plus infinitive. best seller. والتانية بست كويس. best selling. best seller ده حاجة بيقول اكثر مبيعا. اه زي ما خدناها. طبعا best selling اللي هي معناها محبوب او رائج بين الناس. his books are always best seller. اهي جاءت عند حضراتكم افضل او اكثر مبيعا. he is a best selling author. طبعا او نوفل يعني هو بيقول انه هو اه عبارة عن كمؤلف محبوب جدا. ولو نوفل هتكون بمعنى رائج. ده اللي هو الكلام اللي احنا اه اتكلمنا عليه. وتعالوا بينا حضراتكم نشوف هنعمل ايه في اه هذه الجزئية. ونشوف اه هنستخدم اه اه ما مع حضراتكم ان نجيب مع بعض كده البن ونشوف هنعمل ايه. ادي اه يعني اه هنحاول ان نشوف اه مع بعض حضراتكم الايه. التمرين اللي موجود معانا. after the accident the man was. حصلت له حدثة. in his car four two hours. داخل السيارة بتاعته لمدة اه ساعتين. هل تسين? in present. slipped name? trapped? احتيجزة? rest? اه طبعا استريح. طبعا فعلا زي ما انا شايف الناس اللي هي بتقول لي كلمة trapped وبقول له الكلام بتاعك كلام اه اه صحيح وكلام كويس. طيب. اه نشوف حضراتكم اه تاني اه مع اه تمرين التاني ونشوف هنعمل ايه. ادي التمرين التاني. i didn't know it was too late. يعني مش عارف ان هي كانت اه متأخرة الى حد اه ما. فجال it is ايه. فعلا الناس اللي فاكره الكلمات هتلاقي كلمتين ايه. فعلا هي كلمة اه almost اه هي. اللي عند حضراتكم اللي هي بمعنى اه تقريبا على اساس احنا من ضيحش وقت يعني كتير. اه i think زمان in the local shop is against the opening of the new supermarket. هي is ايه. يعني هو طالبا هو ضد اقامة. ضد. اه طبعا لذلك احنا هنقول بها هو شخص شخص معارض شخص معارض. اه نشوف اللي هو الشخص المعارض اللي هو ده اللي هو posing اللي هو معارض لهذه اه 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 الاقامة. مش عايز حد يشتغل عنده ولا يعمل عنده اي حي اقصاده. اه التمرين التاني my uncle is an. ايوا مستشار. فين كلمة مستشار اه. دي كلمة مستشار اللي احنا بنتكلم عليها اه. اللي هو ده المستشار اه بتاعنا. لو احنا حبينا نشوف التمرين اللي بعده. زا كرو اللي هو الطاقم of a small fishing port was gun. اه مش قلتلك. ممكن بيقول go and gun and went وهكذا. فعلا الناس المصح صحة معايا هيقول لفعلا انا افتكرناها اللي هي كلمة ايه? gun missing. ايوا فعلا هي هذي الكلمة اللي احنا بنتكلم عليها. تعالوا نشوف التمرين اه التاني انا نزل التمرين كلها مرة واحدة على اساس نشتغل عليها اه اه بالبيانير بتاعنا. اه اي دي دينت هاف ماتش سليب لاست نايت. يعني الليلة الفاتت انا ما نمتش فضلت صاحي. لكن من حظي الكويس اني اي دونت هاف تو كلمة ايه اللي هي بنقول عليها. اه 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 ا 2 arms fight each other فيه جيشين حاربوا بعضهم إن الحرب اللي تم الداخل أيوة فعلا الناس اللي مسح صحة معايا الموقعة والبطل اللي احنا تكلمنا عليها he managed to persuade his استطاع في النهاية إنه يقنع والديه to let him buy a motorbike طبعاً he طبعاً في النهاية كلمة eventually اللي هو في النهاية استطاع أن يقنع والديه بعد كده there are growing هناك تزايد growing هنا جاء الصفة أنا محتاج إلى اسم وراءها in Europe two factories that make a lot of pollution المصانع اللي بتعمل تلوث الناس كلها تعمل عليها إيه اللي هو معارضة بيعرضوا عليها إنه تبنى بالقرب من الناس we are إحنا enough to be visited by one of the country's best musician today زرنا أفضل الموسيقيين إحنا محزوزين وكلمة محزوزين اللي هي موجودة جدام حضراتكم زي ما انتو شايفين ونشوف بعد كده التمرين اللي جاي في الآخرة هو كده مستخبي مش بيدي معين علينا he can't escape from here مش جادر يهرأ ليعا مش جادر تهرأ because he is a trapped محجوز ومحتجز داخل هذا المكان اللي إحنا بتكلم عليه بعد كده برضو زي ما اتفاقنا هننزل كل التمرين مرة واحدة عشان نحل اللي إحنا مغمضين ما نقودش ندور عليها كتير our football team beat الفريق بتاعنا هزم هيهزم إيه الفريق المقابل أو المنافس اهو شايفينها حضراتكم اهي posing اللي هو اللي بنفسنا ويعرضنا he is always giving advice دايما بيديني نصايح he is aware ليه عشان هو ايه المرشد والناصح بتاعنا he is doing work such as cooking and cleaning ده شغلته الطبيق والنظافة يعني فيقبل شغلته ايه في البيت عندنا ايوه تمام اللي هو السيرفن الخدام بتاعنا she left home غادرت البيت to travel having four excitement and بيدور على الإسارة والايه ايوه والمغامرة هذه المغامرة بتاعتنا اللي موجودة معنا المناجم مليانة بايه مليانة بحاجتينه gold and diamonds اللي هي الزهب والايه والماس those people have a lot of influence اللي هو تأثير over others they are they are صفتهم ايه فين الصفة اهي اهي powerful هما يعني زو سلطة وزو قوة قوية على الاخرين اه برضو اه هتكمل معايا التمرين على اساس انه اه حضراتكم تشوفوا التمرين اللي احنا بنحلها ماشية زي a place in the desert where there is water and where plants grow صحرة ولكن المكان ده في مية ايوه واحة ولا واحات اهوم الكلمتين دول قال لي بص لدي شايف دي شايف دي the and and لازم يأتي بعدها ايه مفرد فين المفرد كلمة واحة اهي 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 موجودة عند حضراتكم the lion was and taken back to the zoo حصل ايه اه تاهو فعلا اهو cabbage short cabbage short واحد يقول لي طب لي انا ماخدتش كلب طب حتى بعد ما تقتلوا هتوضيح ايخت الحيوان تعملي توزعوا لحمة يعني i think it is to hit your dog معاك كلب كده ربنا مدهولك وشغل في ضرب للنهار فده انت بتعملي ايه 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 فعلا اهيه كلمة cruel اللي هي بمعنى ايه من القسوة جاء بعدها مش cruelty مش عايز الاسم انا عايز الصفة britain is a major in international affairs يعني اه هي عبارة عن بريطانيا دي عبارة عن ايه ها in international affairs هنا بيقول هنا هل نختار كلمة country هل هي دولة ولا force قوة في طبعا في الشؤون الدولية هي عبارة عن major بنستخدم لها كلمة force هي طبعا لها قوات دولية في الشؤون الدولية i am looking forward ايه فاكرين فاكرين الكلمة دي اخترنا لها حرف الجر ايه قلنا تو ريدر هاقرد ده احد المستكشفين ووزع وكان طبعا هو كاتب كمان wasn't very good at school so he didn't apply 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 تاخد تو ولا فور لو قلنا فور بيجد جوب لكن تو لانه جاب بعدها مكان هنا تقدم لم يتقدم الى الجامعة من الجامعة في عندنا التمرين الموجودة جدام حضرتكم دي تانى في THERE HAS BEEN A MAJOR A TO THE SYSTEM طالما فيها نظام وإد believing التعليم يقبل اذا حضرتك هتعمل هنا ايه؟ reform يعني إصلاح الكتاب ده يعني رائج فأقول هنا إيه طبعاً لو قلت بيست سيلنج عشان سمعكم بتقوله كده بيست سيلنج لازم يأتي بعدها ناون لكن في كلمة مش مهي ناون مش محتاجة بعدها ناون فهتقول كلمة بيست سيلر أهي عشان ما نلخبطش الدنيا وتوك بعارف I am in learning foreign شايف كلمة learn طبعاً أوعد قولي كين لإن كين قلت لحضراتكم ما بتاخدش وراها حرف الجر إن هذه المشكلة اللي احنا مخلينا نخلي بنا مين اللي بياخد إن في دول أيو فعلاً interested in Diamonds are ها آه عايز هنا ليه استخدم كلمة Mind هنا Mind استخدمها على إنها فعل يعني ينقب عنه بيبحث عنه فما استخدمهاش على إنها اسم آخر تمرين في هذه الصفحة I disagree with you ذات مينز يعني أختلف معاك يكبر أنا معارض لرأيك وآدي الكلمة معناها معارض دايماً عايز حضراتكم إنك أنت لما تحفظ أي كلمات ما تاخدش الكلام على إنه كلام جامد الكلمة لن تكون لها معنى إلا إذا استخدمتها في جمل وده اللي بيعمله في الامتحان تقبل كلمة أنت أخدتها فعلاً في المنهج لكن بيستخدمها في جمل غريبة عليك وده اللي هو بنعيد وينزيد كلامنا لابد أن تفهم لأن الفهم يؤدي إلى الحفظ أما الحفظ لا يؤدي إلى الفهم أبداً ده بالنسبة لي التمرين اللي فضلة معنا طبعاً لسه لسه ما تقلقوش إذا شيء جيد يحدث لك لك أنت تكون أي ولو حي حصلت لك حي كويسة فأنت محظوظ لك كلمة فورتشينيت زي وان زي فرست بط زي ستل لوس زوور فازوا بإيه لكن يعني لا زي الخاسرين للحرب فهو طالما حرب بها داخت كلمة بطل وهي الموقع زي أكسب لوررز ور لوكينج فور يبحثونا عن أندر جراوند تحت الأرض هيدور عليه على سبيسيز التوابل ولا الوول الصوف ولا سكل الحرير ولا الديامونس طبعاً البنات كلهم هتلاقيهم بصوا على هذه الكلمة أه الساموان هو رايتس هنا دي باومز اللي بيكتب القصائد وده بالديفنيشن الديفنيشن اللي جلنا حضراتكم ده اللي بنسألكم عليه اللي هي الباوت اللي هو الشاعر أه الساموان هو ترافلس تو بليسز نوت فيزيت بي فور يروح أماكن محد يزارها قبل كده اللي هو مين أيوة صح تمام لكس بلورا المصريين القدماء أسف انشانت ايجيبشيان هو ما استخدمها على أنها صفة اللي هو هنا ايه ايه اللي بدأت بدأت الكتابة المصرية القديمة تيمبلز المعابد بيرامتس الأهرامات طبعاً لا دي هي الحضارة المصرية القديمة اللي هي السيفليزيشن واتشوف معايا كمان تاني ذا آه 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 آدي اخينا هاجر دزارلي تاني هيلبت إن زا زا عايز بعدها اسم طبعاً هناف اجريكالشر أنزار طبعاً فورزة بريتش جابرنمنت طبعاً حال ديستركشن التدمير والرفورم الإصلاح ديكلاينج انخفاض دامج التلف فطبعاً زي الناس اللي سامحهم فعلاً بيقولوا اللي هو الرفورم زانيو اديوكوشنال ايوه الإصلاحات اهيه والستارت ليرنج انجليش وينزي ار فايف فعلاً اللي هو عملية الإصلاح يتني للمرة الثانية والثالثة طبعاً جامس بوند هي نوفلز هاف بينا هاف بينا لقد كانت ايوه فعلاً بيست سيلارز اللي هي الأكثر مبيعاً ولو باحلحظتوا حضرتكو فيه تمريل لسه جاعد مخبين للزمن لا يجد نجد ايوه موت بسبب داخلي هيموت بسبب سيرستي ولا سيرستي سيرستي دي الصفة ما تيجيش هنا لازم يجي بعدها اسم وهو العطش نفسه مات بسبب العطش نفسه ونشوف حضراتكم هنكمل باقي الأسئلة اللي موجودة عندنا كينغ طاولة دا يعني طبعاً هي إز دي إز دا أمان كينغ طاولة دا أمان ينصفه إنه شجاع ولا قاسي؟ تمام شطار اللي هي كلمة كرول قاسي دكتور أسامة الباز إزة بريزيدنس الرئيس كاني أسامة الباز دا بالنسبة لهم فعلاً كان المستشار بتاحهم نحن مذكراً لنا لم نرى أنك توقفت في سكوتلند يعني نحن لم نرى فربي في المصدر يقول بإزا هي هتاخد كلمة منج دا الفعل في المصدر أحمد إز بيهيفينغ فيري فيري آه ناو هل أقول سترينج ولا سترينج لي؟ طبعاً فيري دا حال يعني نقول فيري جود ولا فيري وال هنا إز بيهيفينغ أنه يتصرف يتصرف إزاي؟ يتصرف إزاي؟ التصرف بتاعه؟ very strange very strange now طبعاً لو قلنا أحمد إز بيهيفينغ لو أنا ما عنديش كلمة فيري دي أحمد إز بيهيفينغ سترينج لي أحمد يتصرف بغرابة لكن أحمد إز بيهيفينغ فيري فيري طبعاً عايزة بعدها كلمة الإسم اللي هي كلمة فيري سترينج I don't like watching films they frightened me أفلام بتخوفني أنا أفلام اللي هي الأفلام العنف دي أفلام الفايلينت أفلام العنف ما بيحبش يتفرج على أفلام العنف اللي موجودة قدام في عندنا تاني their way بالعربي هتقول in in their way لكن حقيقة way بتاخد حرف الجر on on their way most supermarkets and banks have cameras they are difficult to see عندهم إيه؟ حيات يعني هنا حيات عندهم حيات صعب أنك تشوفها هذه الأشياء إيه؟ أي فعلاً حيات مخفية اللي هي طبعاً أشياء اللي جاءت من كلمة hide اللي هي بمعنى يخفي وده هنا استخدم التصريف الثالث ونستخدم التصريف الثالث للفعل كصفة the little girl has been مضارعتها مستمر from home for two hours عارفين دي كانت ايه هنا؟ طبعاً has been تصريف الثالث لكلمة go some officers were by enemy troops القوات العدو طالما هم قوات العدو تعملهم إيه؟ أي فعلاً تأثيرهم the manager إن الوزير the press for misleading the public إنه misleading اللي هو تضليل العامة فهنا عمل لهم إيه؟ هنا الصحافة عمل فهو بيهاجمهم بيهاجم الصحافة اللي بتضليل الشعب بعد كده لو حبينا نشوف تاني كمان إيه اللي فاضل معانا طبعاً طبعاً بدأ all children like to read طبعاً لعشان أبدأ الجملة بهذه all the children تقريباً عشان من وجهش دماغنا almost معظم تقريباً تقريباً all the children من فحش دي و دي عشان دول هنا most all شبه بعض ولا كلمة most someone who writes pounds معادة مش عايز نكتر عليها and someone who travels بيروح إلى أماكن ناس مزرتهاش معادة مرة ثانية تقريباً 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 a is a shop where you can buy books بتشتري الكتب ده ده مكان تستعير وتقرأ فيه لكن الشراء في bookshop a is a room where you can have a pass طبعاً عايز تستحمى يجب ده هنا موجود فين the pass room a is a place where you can't play بنلعب بنلعب فين بنلعب فين ايوه فعلاً في البلايجراوند someone who gives advice اللي بدي لك النصيحة بنقول عليه اهو كلمة advisor advisor اللي هو البني آدم المرشد والناصح the verb means to put someone in a position they can't escape يحطوا في مكان ما يقدرش يهرب يجب أنا بعملوا ايه هنا بحجزوا لكلمة trap وبص كده معايا حضراتكم اهو وصلنا للنهايات after the accident the man was tried in his car for two hours but في النهاية اهي eventually ابدأ الجملة بحال my brother failed رصف في الامتحان طبعاً الحظ ايه اخترناها عشان خاطر دي he wrote an adventure story خلي بالك ان كلمة adventure ممكن تستخدمها كصفة للشيء الغير عاقل that took ايوه بكلمة بمعنى happen اللي هي take place فعلاً he didn't very well طبعاً in the exam he didn't do اللي هو دو وال يعني يحل كويس didn't do استخدم دو هنا على انها فعل اساسي شوف التمرين ده اللي يختم به كلامنا my brother drove me to the airport and هي طبعاً كلمة يودعي يقولك مع السلامة اللي هي see off والماضي بتاعها ليها كلمة ايه saw saw me off يعني people love him because he usually tolerant tolerant of tolerant of هيدي يعني متسامح don't stop go استمر go on استمر go on استمر في اللي انت شغل فيه في عندنا تاني I am looking واحدة بيجو وراها ING هلها تخلينا ندور علىها اللي هي كلمة looking forward to دي اللي هي بتخليني انا اختار اللي هي بمعنى يتطلع الى طبعاً حضراتكم احنا كده الحمد لله شرحنا vocabulary و language notes وحلينا عليه مجموعة من التمرين احنا هنزل فيديو اخر بعد ده هيكون فيه grammar هو بتكلم على حروف الجر و هتكلم عليه احنا طبعاً ما حبناش نحطهم فيديو واحد عشان انت متملش ويقبل فيديو طويل وممل لكن كما بدأنا ببسم الله نختم بالحمد لله ونقول لحضراتكم يعني الى اللقاء حاول انك انت تزاكر كويس وتاني بعيد وزيد وأقول لك خلي بالك زاكر جزئية جزئية وفيه على التعليقات اكتب اي حي تواصل معايا تليفونياً تواصل عن طريق الفيس تواصل عن طريق القناة اليوتيوب في التعليقات واللي انت عايزه اسألني عليه وأنا ايه ارد عليه طبعاً زي ما كل مرة بنقول ما كان من خير فهو من الله ومن كان من خطأ فهو مني او من الشيطان وعوج بالله من الشيطان الرجيم نلقاكم على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته براكاته